ايه قصة الطفل الليلي دي؟ فعلاً مشكلة يعني أباء كتير وأمهات كتير بيعانوا منها مع ولادهم مع بداية الصيف اليوم بتقلب والولاد بصاروا طول الليل طيب وحنا بنبقى طالعين من الامتحانات كلنا عندنا إيكابت عايزين بقى نعيش جو الأجازة والصيف وعايزين أي إثبات ان احنا ما بقيناش ملتزمين فأول حاجة بتهدينا كده وبتبسطنا ان احنا كل القواعد وكل المواعد والروتين ده ايه؟ نكساره آه عشان نتبسط هو مفيش مشكلة فيها مقطع الواحد يكسر الحاجات آه حقيقة والله يا وإحنا وإحنا صغيرين وإحنا دلوقتي في الأجازة لما بقى مش عندنا شغل أو كده كل اللي همش عايزين بتناموا والله آه بتناموا والله بتناموا يا وله ما بيش أجمل من نوم دلوقتي فالولاد بتبقى عايزة تكسر كل القواعد تكسر كل الروتين وده ما فوش مشكلة المهم إن احنا نبقى دايماً في وسط دايماً في فريم في إطار كبير بنتحرم جوه في بعض المرونة وبعض تغيير للقواعد ولكن الغلط هنا إيه إن احنا بيبقى صعبان علينا آه الولاد أو حاسين إن احنا مش عايزين دايماً فمنسيب الموضوع مفتوح قوي فاللي حصل إن هم يبدأوا يسهروا الأول ساعتين ودين تلات ساعت وبعدين الفجر وبعدين فجأة بنوصل إن اليوم بيتقلب لأطفال تنامس ساعة 9 الصبح مثلاً وتصحى أربعة خمسة العصر ونبقاش عارفين بقى إيه لا نعمل أي نشاطات ولا خلاص هو اليوم بقى عبارة عن بالليل واليوم دا اللي احنا مش موجودين فيه احنا مش أجازة احنا شغله وفي حياة اللي الأب والأم عادي جداً فاللي بيحصل إحنا ما بنشوفش الولاد ببقاش متابعينهم مش عارفين إيه اللي بيحصل في يومهم بالليل وإحنا نايمين ومش عارفين نزبط اليوم احنا فتحناها من غير أي قواعد فبتكمل الأجازة بالطريقة دي طيب الصهر اللي عند الولاد دا بيختلف مسبابه في كل فئة عمرية يعني الأطفال بيبقوا عايزين يثبتوا أنهم كبار فعملين يسهروا والكبار أكتر شوية بيبقوا عايزين يبحثوا بقى عن وجع القلب والتوجيه بتاع الأهالي ومش عايزين حد يقولوا سيب الموبايل سيب البلاي ستيشن بتكلمي مين بتتكلم مين ويدخلوا بقى في قصص واجع القلب بتاع الأهالي بتختلف بتختلف جدا هقولك بقى على معلومة كثير من الأهالي ما يعرفوهاش وبيفتكروا أن دا بسبب أن الولد كبر أو البنت كبرت وعايزين يتمردوا بداية من سن المراهقة الساعة البيولوجية للجسم الطفل بتتغير يعني من سمات المراهقة لما بنيجي كده ندرس عن المراهقين لهم بيحبوا يومهم غزب عنهم هم مش رغبة منهم غزب عنهم يومهم بيتقلب طبيعة النوم بتتغير عدد ساعات النوم بتختلف تلاقيهم بنيمين على نفسهم طول اليوم الصبح وعايزين يسهروا بالليل لأن دا مع تغيير الهورمون الساعة البيولوجية بتتغير ففي المراهقين هم عندهم عذر جزء صغير من بسبب تغيير الهورمونات واللغبطة اللي بيعدوا بيها مع طبعا اختلاف شخصيتهم والرغبة بقى في أن أنا بعمل حاجة دايما بدور عنها فين قواعد البد يلا نكسرها دا في فترة المراهقة صغيرين بيبقى السهل شوية أن احنا نساعدهم أن هما ينظموا يومهم لكن في الآخر الاتنين سواء أطفال أو مراهقين هما محتاجين روتين ومحتاجين قواعد يمشوا عليها احنا بنبقى عايزين نرضي ولدنا ونبسطهم فلما بنسيب قواعد مفتوحة دا بيلخبط الطفل القواعد معناها أمان مش خنقة للطفل لكن زي ما قلت إيه؟ مع بعض المرؤون ترجمة نانسي قنقر